ولكن هذه التبلغات التي تفضلت بها هي أبلغت إلى الجانب السوري والجانب العراقي الجانب العراقي بشكل رسمي والتبلغات أو حقيقة بين قلسين أوامر صدرت من واشنطن من البنتاجون إلى وزير الدفاع العراقي وإلى من صاحبه من القادة العسكريين قبل أسبوعين أو ثلاثة السابيع من الآن عند زيارتهم إلى أو عند استدعائهم إن صح التعبير إلى البنتاجون أن القوات العراقية الرسمية التابعة للجيش العراقي والقوات المسلحة العراقية يجب أن لا تتدخر في هذه الأمور وثانيا الفصائل المسلحة المؤتمرة بأوامر إيران وهي عراقية عبر الحدود وفي منطقة دير الزور وفي مناطق غربي نهر الفرات يجب أن تترك هذه المناطق إلى الداخل العراقي وأن الحدود العراقية أو الأرض العراقية اعتبارا من الحدود العراقية السورية ولمسافة ثلاثين كيلومتر على الأقل وقيل أيضا خمسة وعشرون كيلومترا وقيل أيضا مئة كيلومتر قبل قليل من الآن قبل أقل من الساعة من الآن سمعت خبرا من إحدى القنوات الفضائية وتبدو أن الخبر يعني مؤكد مئة بالمئة أن الفصائل العراقية التي كانت في الأرض السورية سواء شرق الفرات أو غرب الفرات في منطقة البوكمال ومنطقة القائم قد انسحبت إلى الداخل العراقي وقد وزع أو خبئ أفرادها في الوحدات الجيش العراقي ووحدات الشرطة الاتحادية وداخل المدن وإضافة إلى وحدات قوات الحدود فإذن هم خبئوا في هذه الوحدات وبالتأكيد سيرتدون القيافة العسكرية لتلك الوحدات أي قيافة الجيش العراقي أو قوات الحدود العراقية لكي لا يمسهم سوء من العملية العسكرية الأمريكية فيما إذا أرغمت الولايات المتحدة الأمريكية أو قررت على إجراء عملية في هذه المنطقة وأنا في تصوري أن كل هذه الأمور ستحل بمجرد استعراض القوة التي اتبعته الولايات المتحدة الأمريكية سواء بالنسبة لتحريق الأسطول السادس من جهة والأسطول الخامس من جهة أخرى في منطقة الخليج وأقصد الأسطول السادس في البحر المتوسط والأسطول الخامس في منطقة الخليج إضافة إلى تعزيز القوات الأمريكية الموجودة في الأرض العراقية من حدود 2500 جد أمريكي أضيف إليها 3000 وبدلت وحدات الدفاع الوطني التي كانت مرابطة في الأرض السورية الأمريكية طبعا التي كانت مرابطة في الأرض السورية لمدة سنة كاملة بدلت بالفرقة الوحدات أو ربما كل الفرقة الجبلية العاشرة الأمريكية كل هذه الأمور كل هذه الاستعراضات إضافة إلى تحشيد عشرات الطائرات من طراز الأي 10 والأي 22 والأي 35 وما إلى ذلك إضافة إلى ما تلمسناه أو ما سمعناه عن الأسطول السادس المعزز على طول طيلة 11 شهر من السنة الواحدة بحامل الطائرات تحمل على بتها 93 طائرة من جهة والحاملة الأخرى التي في منطقة الخليج لم أضبط اسمها حقيقة والتي تحمل أيضا 93 طائرة كل هذه الحجود وكل هذه الاستعراضات أدت إلى ما أدت في الأرض السورية وكذلك في الأرض العراقية من الجانب السوري ليس على مستوى النظام وإنما على مستوى حزب الله وما إلى ذلك والجانب العراقي الممثل بالحكومة أو على الأقل رئاسة هيئة الحج الشعبي التي بالتأكيد أوعزت إلى منتسبيها في الإقدام على هذه الخطوات على شكل أوامر يجب أن تنفذ خلال هذه الأيام أو ربما نفذت أو انتهت تنفيذ منها اليوم ترجمة نانسي قنقر